سؤاله الثاني أخونا يريد السنة ويريد اللحية ويريد أن يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مدخن ربنا أسأل الله أن يتوب عليه وعلى كل المسلمين وعلينا جميعا من الزنوب والمعاصي أمين يا رب العالمين فكيف يكون صاحب لحية وصاحب سنة ومتمسكا بالكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومدخن فهل ينتظر حتى يقلع عن التدخين أم يعفو اللحية ثم بعد ذلك يكتهد في أن يقلع عن التدخين شيخي الكريم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يسارع بالتسنن بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وبإطلاق لحياته ثم يتوجه إلى ربي سبحانه وتعالى بالدعاء أن يتوب عليه من التدخين ويحاول ويأخذ بالأسباب ويستتر فلا يدخن أمام أحد إنما لو أننا وكلنا فينا لو أننا تركنا التسنن بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وقلنا حتى أقلع عن كذا وحتى أطرق كذا واحد يقول لما أختم القرآن الأول واحد مش عارفه لا تجد أحدا يأتي بشيء من الدين إنما الإنسان حتى لو افترضنا أنه ظل مدخنا واهتد بهدي النبي عليه الصلاة والسلام فإن الحساب الميزان من كفتين ومن يعمل متقالة درة خير يرى ومن يعمل متقالة درة شرير يرى نعم جزاق الله خيرا فهذا سيكون في ميزان سيئات وهذا في ميزان حسنات فالمسارع نعم أسأل الله أن يعفو عنه وعننا وعن المسلمين جميعا أمين يا رب العالمين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته